ماذا تقول؟ نعم يا مولاي الأمير لقد رفض أبو حنيفة وقال أنه لا يصلح لهذا فأعطي الختم أحدا غيره كيف يرفض أمري؟ لعله ينتظر منك أن تجعل له راتبا على ذلك أبو حنيفة لا يأبه للمال أبدا ثم إنه تاجر لا يهتم لمال الدنيا إن وضع بين يديه لماذا رفض إذن؟ لقد فاطن أبو حنيفة أنني أريد أن أجعله تحت جناحي وتحت إمرتي ولكن لا لا وألف لا لن أسمح له أن يتمرد على أمري عد إليه وأعطه الختم وقل له إن لم تقبل سأوسعك ضربا حتى يصل صوتك كل الكوفة توسعه ضربا وما تظنني فاعل أمام عناده ألا يكفي أن نصف أهل الكوفة يسمعون له أكثر مما يسمعون لي؟ وإن لم يقبل فعليك بمئة جلدة تجلده بها مئة جلدة؟ هذا كثير فذهب صاحب الشرطة إلى الإمام أبي حنيفة في مسجد الكوفة وعرض عليه ما قاله الوالي وهدده بالجلد مئة جلدة إن الأمير ابن هبيرة أقسم إن لم تقبل وتأخذ الخاتم مني أو ماذا؟ أو أن الجنود سيأخذونك ويجلدونك أمام جميع الناس يريد أن يذلك أن يؤذيك جنب نفسك كل هذا وقبل يا أبا حنيفة لو فعل وضربني أمام كل الناس له أحب إلي من أن أنصاع له فأستلم خاتمه لما كل هذا الرفض يا أبا حنيفة؟ ستدفع ثمن عنادك هذا إن رفضت بل سأدفع ثمناً غالياً إن قبلت فأنا إن قبلت فقد رهنت نفسي وعلمي لابن هبيرة وعلمي لا أملكه إنه عطاء من الله تعالى وإن ورائي طلاباً يأخذون عني ووراء الناس يستمعون إلي وينظرون إلى فعلي أفنيت عمري لأفقها الناس بدينهم فإذا وثقوا بي خنت ثقتهم هذا آخر كلام لدي ولن أتراجع عنه وأنت افعل ما بدلك وأمام جميع أهل الكوفة رفض الإمام أبو حنيفة عرض الوالي وأمام الجميع جلد مئة جلدة في يوم قائض شديد الحر ويلي عليك يا أبا حنيفة ويلي عليك ماذا فعلت بنفسك اللهم اجعلها في سبيلك اللهم اجعلها في سبيلك أرى يا إمام أن ترحل من هنا فتقصد خراسان دمشق مصر الحجاز أي مكان تريده الحجاز؟ نعم الحجاز فيها كبار التابعين والفقهاء سأخذ عنهم وأسمع منهم حديث رسول الله الحمد لله أنك قبلت حتى نتخلص من هذا الظالم وأمام طغيان بن هبيرة على الإمام أبي حنيفة ترك أبو حنيفة الكوفة وقصد الحجاز ليطلب العلم هناك من كبار علمائها فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وفي عام 121 للهجرة وصل أبو حنيفة ومعه أبو يوسف المدينة المنورة وقصد مجلس رسول الله ورأى الإمام مالك في مجلسه فقصد ذلك المجلس ولكن لم يعلم أن اسمه قد وصل إلى الإمام مالك دون أن يعرفه وأنه كان يقال عنه أنه يفتي بالرأي أهلا بك من أي البلاد أنت؟ أنا من الكوفة أنت من مدينة أبو حنيفة ذلك الرجل الذي يفتي برأيه أنا أبو حنيفة أنت أبو حنيفة نعم أنا أبو حنيفة ولا أفتي برأي لا أفتي إلا بكلام الله ورسوله فإن لم أجد أخذت برأي الصحابة فإن لم أجد لهم قولا في المسألة قست عليها إنني سمعت عن مسائلك وفقهك وأرغب في مناظرتك فمتى ترى نفعل ذلك؟ الآن يا إمام ودخل الإمام أبو حنيفة في مناظرة طويلة مع الإمام مالك ليقول له الإمام في آخرها لقد أجبت بخير بارك الله فيك وبعلمك لقد جعلتني أتعرق وأنا أناظرك وما رأيت رجلا يناظر مثلك والله لو قال لكم الإمام أبو حنيفة أن عمود المسجد هذا من ذهب لأتى بحجته ولا أقنعكم برأيه والله ما ناظرت رجلا فرجفت قدماي ودق قلبي إلا أنت يا إمام مالك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وعاد الإمام أبو حنيفة إلى الكوفة بعد سنوات قضاها في المدينة يطلب العلم ويحضر مجالسه وفي بيته كان الإمام أبو حنيفة يصل الليلة ويقومه وكان له جار يسكر الليلة كله ويقضيه مخمورا ويزعج الناس بصوته أضاعوني وأيوفة أضاعوا أضاعوني وأيوفة أضاعوا هداك الله يا قسورة أتسمع يا إمام؟ منذ العشاء وأنا أسمع كيف تطيق ذلك؟ إنه طوال الليل يغني ويشرب الخمر وبيته قرب بيتك أسأل الله له الهداية وبقي الطلاب والناس يحرضون الإمام أبو حنيفة على جاره الذي كان يقضي ليله مخمورا يزعج الناس والإمام لا يستجيب لهم ولكن ما الذي يريده الإمام من ذلك؟ وفي إحدى الليالي قام أبو حنيفة إلى صلاته ولكن لم يسمع صوت جاره وهو يغني كما كان يفعل كل ليلة فاستغرب من ذلك وقرر أن يفعل شيئا أين قسورة الليلة؟ قد أذن الفجر كله ولم يغني ولم يصرخ هل لدى أحدكم مسألة يسألها؟ أو فتوى نجيب عليها؟ كم جلدة يجلد شارب الخمر؟ إن حد شارب الخمر ثمانون جلدة ثمانون جلدة لعلها تكفي لألا يسكر مرة أخرى ويزعجن في الليل ومن تقصد؟ أقصد ذلك الفتى قسورة الذي يسكن بين بيتنا وبيتكم وما له قسورة؟ لقد أمسك به العساس يشرب الخمر في الطريق وهو قاصد بيته فأخذوه إلى الحبس تعال معي إلى أين؟ إلى الحبس وحين علم الإمام أبو حنيفة أن جاره قسورة في السجن قصد السجن من فوره وقصد أبو حنيفة السجن وطلب من السجان أن يخرج له جاره من السجن وأن يدفع له هو كفارته فاستغرب السجان أن يكفل الإمام أبو حنيفة الرجل السكير أنت جئت تكفل قسورة يا إمام وماذا في ذلك؟ إنه جاري وله علي حق ولكننا أمسكنا به نعم أدرك ذلك إنه ابتلاء من الله تعالى أسأله أن يشفيه منه ولكني سمعت أيضا أنه كان يبقى حتى الفجر وهو يغني وبيتك قريب فكان يؤذيك هل شكوت لك يوما أنه أزعجني؟ أبدا إذن فأذل لي بأن أكفله وهذه كفالته فقد سمعت أنه لا يملك مالا ليكفل نفسه هيا يا قسورة قم أرجوك إن ظهري لا يتحمل الجلد لن نجلدك ولكن سنفرج عنك تفرج عني؟ نعم فقد جاء من يكفلك ومن هو؟ قم حتى تراه وخرج قسورة من زنزانته ليتفاجأ أن الإمام أبو حنيفة هو من كفله ادخل يا قسورة الإمام أبو حنيفة؟ نعم الإمام أبو حنيفة هو من كفلك ولأجله ستخرج ولكن ولكنني كنت أضاعوني وأي فتى أضاعوا؟ هل ترانا ضيعناك؟ لا والله ما ضيعتني ولا تركتني بل وصلتني وأحسنت وصلي وبدلت سيئتي بالحسنة وإساءتي بالعفو؟ إنما أنت جاري وأنت شاب ذو فطرة نقية والمرء لا يفرط بجاره خذ هذا واستعن به على شؤونك وأسأل الله لك الهداية أعهد الله يا إمام عهدا لا أخلفه إن شاء الله ألا أعصي الله بعد اليوم ولا أشرب خمرا ولا أسلك له طريقا ولا أصاحب له صديقا أسأل الله لك الثبات يا قسورة وإن احتجتني في أمر فاقصدني فأنت تعرف بيتي ودكاني بل أعرف مجلسك في المسجد ستجدني فيه بانتظارك بإذن الله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور